موجز الاخبار من المحور اهلا بكم ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة في مدينة العالمين الجديدة حيث وجه بالتنسيق المتواصل بين الوزرات والاجهزة المعنية لتنفيذ المشروعات المختلفة خاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي سياق اخر اكد مدبولي اهمية وضع اليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الاشقاء من جنوب السودان خلال اجتماعات اللجنة العلية المشتركة بين البلدين التي عقدت مؤخرا في القاهرة مشيرا الى التوجهات المستمرة للرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع جميع الدول الافريقية الشقيقة ومنها جمهورية جنوب السودان وتطرق رئيس الوزراء الى زيارة رئيس وزراء الكنغو الديمقراطية مشيدا بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك استعداد مصر لوضع خبراتها في مختلف القطاعات امام الاشقاء في الكنغو وفي سياق الاجتماع الحكومي اكدت وزيرة الصحة ان الدراسات اكدت اهمية الاستمرار في ارتداء الكمامة لكافة المواطنين سواء تم تطعيمهم ام لا واشارت وزيرة الصحة الانه من المقرر توريد 148.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال الفترة من اغسطس المقبل وحتى نهاية العام وهو ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن موضحة انه تم الاتفاق مع منظمة اليونسيف على منحة مجانية تشمل 63 سلاجة لحفظ جرعات لقاح فيزر واوضحت وزيرة الصحة انه تم تجهيز 125 مكتبا لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج بالمحافظات مشيرة الى ان الحكز يتم عبر البوابة الالكترونية الخاصة باللقاح اعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدأ استقبال جهات التمويل للعملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدود ومتوسط الدخل بسعر عائد 3% متناقص وفترة سادات تصل الى 30 عاما واكد وزير الاسكان ان المبادرة تأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المزيد من شرائح المجتمع وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتين محدود ومتوسط الدخل بقروض تمولية مؤسرة للغاية واسعار مدعمة وعلى فترات زمانية طويلة الاجل وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان ان جهات التمويل تتلقى طلبات المواطنين محدود الدخل من خلال الصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارية سواء كانت الوحدة السكانية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق او غيرها من الوحدات المستوفية للشروط واصلت الجهات المعنية في لبنان جهودها للسيطرة على الحرائق التي اندلعت امس في غابات الصنوبر بمحافظة عكار شمالي البلاد بعدما امتدت الى منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان وصولا الى الحدود اللبنانية السورية واعلن الجيش اللبناني الدفع بمروحياته وعناصره لاخماد الحرائق الهائلة المندلعة في عكار والهرمل ودفع الصليب الاحمر اللبناني بثمان عشر سيارة اسعاف نجحت في اخلاء سبعة عشر شخصا ونقل سمانية الى المستشفى اضافة الى اسعاف خمسة وعشرين شخصا بمواقع الحرائق قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة احمد مجاهد تأجيل جميع مباراة الدور الممتاز وكأس مصر اعتبارا من الاول من اغسطس المقبل واوضح اتحاد الكرة انه تم تكليف ادارة المسابقات باعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدور الممتاز وبطولة كأس مصر لاعلانه يوم الاحد القادم هذا ويواجه فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي نظيله اسوان على استاد بيتروسبورت في السابعة مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر لمصابقة الدور الممتاز